اشتركوا في القناة ويرعاه ويعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته وعلى شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات كما عبر سمو رئيس الوزراء في برقيته عن اعتزازه بقيادة جلالة الملك الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في مملكة البحرين وبما يواصل جلالته تحقيقه من إنجازات كبيرة لخير ورفاه شعب الوفي المحب لجلالته داعيا سموه المولى عز وجل يحفظ جلالته ويسبغ عليه موفور الصحة والسعادة ويرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أعرب فيها جلالته عن خالص شكره لسمو رئيس الوزراء على برقية سموه المهنئة بعيد الفطر المبارك داعيا الله تعالى أن يعيد على سموه هذه المناسبة المباركة وهو ينعم بمنفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين العزيزة وشعبها الوفي والأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء وأن يسبغ على عباده نعمة الصحة